نعلم فضلاتكم من تعديد حول أولئك الذين يقولون إن القرآن الكريم قد سبقان كثيراً من النظريات العلمية في أشياء وأشياء كثيرة ولم يثبتها العلم أولية مؤخرة حل من تعديد حول هذا الموضوع برمته لذاكم الله كيروسك لا شك أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم الحديث خلقها للكون ويعلم ما فيه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولا شك أن ما جاء به القرآن أنه هو الحق سواء اكتشفه العلم الحديث أو لم يكتشفه إذا اكتشف العلم الحديث شيئاً من ذلك فإن هذا ليس إذ غرابة لأن القرآن تنزيل من حكيم الحديث فنحن نؤمن به وأنه حق أو أن وافقه العلم الحديث أو لم يوافقه إذا لم يوافقه العلم الحديث بل على أن هذا العلم ليس صحيح وما وافق القرآن بل على أنه علم صحيح الواجب الإخباع من التجارب وهذه العلوم تجريبية الواجب إخباعها للقرآن والسنة لا أننا نسمع القرآن والسنة لهذه العلوم وهذه التجارب كما يقول غبام طلال الواجب العكس فالقرآن حق وما وافقه حق أما ما خالف القرآن فهو باطل ونقطع بأنه باطل ولن كان من كلام حزاق العطبة وحزاق الصناع وحزاق الأوجردين نعتقد أن تجريبته وأن علمه كله خطأ دليل أن القرآن خالفه دليل أن السنة خالفته والقرآن كلام الله الله وعلا والسنة حديث رسول الله الذي لا ينطب عن الهواء الواجب أن نقول ما وافق الكتاب والسنة من هذه العلوم العصرية فإنه صحيح وإنه حق وما خالفها فإنه باطل مهما قاله من قاله الواجب أن نقرأ هذه الأشياء للقرآن والسنة ولا نقرأ القرآن والسنة بهذه التجارب العقلية ألا هو الواجب مع أننا لا أشج على المبالغة من هذه الأشياء وأن نقول هذه الإجازة العلمي وهذا نأتي بهذه النظريات الحديثة إذا تراء لها تراء لنا أنها توافق الكرآن وإحنا بذلك وسلمنا على طول لا لكن نقول لا عنها لأنها ولم نجزل لأنها يمكن تختلف هذه النظريات يمكن نأتي يوم تكون هذه النظريات غير صحيح ونكون متوهمين ألا نفسر بها القرآن والسنة ويجب أن نجعلها تتسيراً للقرآن والسنة أبداً ولكن إذا تراء لنا أنها توافق الكرآن والسنة نقول هذا يظهر عليها أنها حق لكن لا نجزل لأنها ربما تتغير وربما يأتي نظريات أخرى تخالفها أن أعمال البشر مهما كانت إنها نحل نظر بائم وأبداً فذلك نعلق الذين يفسرون القرآن بالنظريات الحديثة لأنهم تبين وكثر نظريات أخرى تخالفها ونحن فسرنا بها القرآن وقلنا إن هذا معنى القرآن الكثير هذا يتعتبر حقيقة بحق القرآن ولكن لا بأس من داد الاستئناس أن نقول لعلها وافقة القرآن ووافقة السنة ولعل هذا هو المقصود من معنى الآية أو من معنى الحديث ولكن لا نجزل بهذا أجل الله ورحمة الله ورحمة الله